السلام عليكم الله أعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى اليوم ننهي بإذن الله مع بعض فصل البوابات المنطقية المشتقة ننأخذ جميع الأسئلة بإذن الله اللي بتيجي على هذا الفصل بالوزارة الدرس الماضي أخذنا شرح مختصر أو مفصل عن بوابة الناند وبوابة النور وعرفنا كيف شكل بوابة الناند وكيف شكل بوابة النور وعرفنا كيف نكتب لهم جداول الحقيقة ونكتب العبارات المنطقية لهم الآن ننحل الأسئلة اللي بتيجي بالمتحان الوزارة أنت كطالب مدام فاهم مع الفصل الأول البوابات المنطقية الأساسية وعرف الأسئلة المستر اللي بتيجي زي جد قيمة العبارة المنطقية التالية أو مثل العبارة المنطقية التالية أو أكتب البوابة المنطقية التي تمثلها العبارة المنطقية الأسئلة الماستر اللي احنا اخذناها مع بعض نفس هاي الأسئلة اللي ننحلها على البوابات ايش؟ على البوابات المشتقة طيب أول سؤال اللي ننحله مع بعض السؤال الأول اللي يمكن يأتي بالوزارة بقول لك السؤال تعال نفهم ونقرأ مع بعض طبعا شو السؤال بحكيه؟ بقول لك جد ناتج العبارات المنطقية الآتية أجد ناتج شو يعني جد ناتج؟ لما يقول لي جد ناتج الجواب بدي يطلع معي يا إما صفر يا إما واحد ما في ثالث إلهم؟ يا إما غير يطلع معي الجواب صفر يا إما غير يطلع معي الجواب واحد طب الآن بقول لك جد ناتج العبارات المنطقية الآتية علما أن A معطني إياها قيمتها صفر و B معطني إياها قيمتها صفر و C معطني إياها قيمتها إيش؟ قيمتها واحد الآن عشان أنا أجد الناتج فيه إش اسم قواعد الأولويات؟ تتذكروا لما أخذنا بالفصل قواعد الأولويات للبوابات الأساسية قلنا أي شيء أقواس بعدين بوابة الـ NOT بعدين الـ AND بعدين الـ OR بعدين قلنا في حال التكافر من يسار اليمين هاي كانت أولويات خاصة بالفصل الأول تعال نشوف الأولويات الموجودة عندنا قواعد الأولويات عند استخدام البوابات المنطقية المشتقلة أنا لم أجل أحل وجد أنه لازم أتبع الأولويات إذا لم أتبعت هذه الأولويات حلي كله بطلقى غلط فعلشان هيك لازم أتبع الأولويات أول إشي مداخل الأخواص ممتاز ثاني إشي بوابة النط أول إشي الأخواص أو مداخل الأخواص ثنين ثلاثة بوابة النط أو بوابة النور طب فيه مرحوظ مهم جدا لما يجي أسئلة على البوابات مستحيل يجيب لك بوابة نور بوابة ناد بنفس السؤال بنفس العبارة المنطقية بالكتاب بمنهاجكم ما فيه يا أما بجيب لك نور يجيب لك ناد بالعبارة المنطقية إذن أول إشي أقواص بعدين النط بعدين بوابة ناند أو نور حسب السؤال ويقولك في حال تكافؤ الأوليات من اليسار والليمين كيف يعني أستاذ يعني مثلا عندي عمار منطقي فعندي قص على اليسار وقص على يمين طبعا مبلش بالقص على اليسار عندي مثلا ناند على اليسار وناند على اليمين طبعا مبلش بالليش بالناند الليش اللي على اليسار هاي اسمها قواعد الأولويات تاني حل أول سؤال مع بعض نحكي بسم الله الرحمن الرحيم بدأجد الناتج الآن طلقوا رقزوا معاي عشان أجد الناتج أول خطوة بعملها بعوض بدل هاي المتغيرات بحط الثوابت العطاني إياها بالسؤال طبيعي أول إيش بعمله فبكتب المعادلة النفس ما هي نت إيش وقمتها إي قمتها صفر ممتاز نت نت البيش وقمتها البيق قمتها صفر إذن أول إيش عملته إنه بدل المتغيرات حطت الثوابت الموجودة عندي ممتاز الآن الخطوة اللي بعديها بعد قداش بوابة منطقية عندي عندي بوابة منطقية واحد اثنين ثلاث معناته إلزامي إنه الحل يطلع عندي ثلاث خطوات لا زايد ولا إيش ولا ناقص واضح؟ أول إيش عوضنا بعدين بعد البوابات المنطقية لعندي واحد اثنين ثلاث معناته إجباري يكون إنه ثلاث خطوات شو بحط هون الخطوة الأولى الخطوة إيش الثانية الخطوة إيش الثالثة تتذكروا بالفصل الأول اللي بقولنا إنه خطوات الحل أو عدد خطوات الحل يساوي عدد إيش عدد البوابات المنطقية إحنا هيك بتفقين من الفصل الأول رجزوا معي بسم الله طبعا أنا أدحل لكم بالتفصيل أول مثال مثالين بعدين نمشي بشكل أسرع ولكن أنا أدحل لأول مثال مثالين بالتفصيل عشان ترسخ المعنوم بإذنهمكم إن شاء الله تعالى واجهوا معنامية كاملة بتحاني وزارة يلا بسم الله نقرأ لبارة منطقية مع بعض نت الصفر نان نت الصفر ممتاز الآن أنا في عندي بوابة منطقية اسمها نت ونان ونت طبعا يا أستاذي بتطلع هون الأولوية للنت طب الأولوية للنت في عندي نت على اليسار ونت على اليمين الأولوية لمن للنت طبعا على اليسار مش يعني حكينا في حال تكافر الأولويات نبدأ من اليسار إلى يش إلى اليمين يعني أول إشي بدأ أبلش يحلو النت اللي على يسار بنزل المعادلة نفس ما هي طيب نت الصفر إيش واحد بكمل حل لا بنزل المعادلة نفس ما هي بحل خطوة خطوة نان نت الصفر خلصنا المرحلة الأولى الآن في عندي واحد نت نت الصفر الأولوية للنت طبعا بحط عليه إيش بحط تحتها خط ببلش إحل وبنزل المعادلة نفس ما هي واحد نان نت الصفر إيش نت الصفر واحد خلصنا لمرحلة الثانية المرحلة الآن واحد ناند واحد ما في غيرها واحد ناند واحد قلنا إنه ناند عكس بوابة الأند لما حكينا واحد أند واحد بطلع الجواب واحد بالناند بطلع الجواب إيش بطلع الجواب صفر لأنه ناند إيش عكس بوابة الأند إذن الجواب النهاية بطلع إيش صفر الآن لحظته مهما كانت العبارة المنطقية طويلة والأكسيرة وأنا بمشي على القواعد وخطوة خطوة دائما بإذن الله اللي بطلع معي للحل صح إذن قلنا البوابات منطقي البوابات عندي واحد ناند ثلاث قداش خطوة ثلاث طلع معي الجواب الجباري تعال الحل الآن هذا السؤال مع عضب إذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يلا نت الإيه نور نت البي بحكي بسم الله أول إشي بعوض بدل المتغيرات إيش الثوابت بنزل معادي الناس ما هي نت الإيه قيمتها صفر نور نت البي شو قيمتها البي قيمتها صفر ممتاز الآن بعد البوابات المنطقية عندي واحد اثنين ثلاث معناته إجبالي لازم يكون عندي إيش ثلاث خطوات خطوة الأولى الخطوة الثانية الخطوة إيش خطوة إثر ما بلش بسم الله نت الصفر نور نت الصفر الأولوية للنت النت الإيش اللي على اليسار زي ما تعلمنا وبنزل المعادلة نفس ما هي ولكن إيش بحل الإيش اللي حتت تحتها خط نت الصفر اللي هي إيش واحد نور نت إيش الصفر ممتاز الآن واحد نور نت الصفر في عندي نور والنت الأولوية بيديها شكل إيش للنت الثانية بحط عليها خطوة بنزل المعادلة الناس ما هي واحد نور نت الصفر إيش نت الصفر واحد الآن ضل عندي آخر إشي واحد نور واحد قلنا إنه النور عكس إنه النور عكس الأور لما حكينا واحد أور واحد الجاو شو بطلع واحد طب بالنور الجاو بطلع إيش الجاو بطلع عندي صفر طب الآن ممتاز نروح لمسألة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم نقرأها مع بعض قبل ما نبلش نحلها نت أقواس ا ناند البي سكرنا قوس ناند السي أول إشي بدي أعمله أعوض بدل المتغيرات أحط إيش الثوابت بنزل المعادلة نفس ما هي بسم الله نت بفتح القوس اي قيمتها صفر ناند البي إخوان قيمتها أيضا صفر ناند السي إخوان قيمتها إيش قيمتها واحد زي ما هو معطيني بالسؤال ممتاز الآن أبدأ أبلش أحل بعد واحد البوابات المنطقية واحد اثنين ثلاث بوابة أولى بوابة ثانية بوابة ثالثة معناته لازم يطلع عندي الحل إيش ثلاث خطوات بلا شك صح حبي حبي نملش نحل في عندي نت وفي عندي أقواص وفي عندي ناند بلا شكل أولوي نمين لما داخل إيش لما داخل أقواص اللي هي صفر ناند صفر وبنزل المعادلة نفس ما هي نت صفر ناند صفر بالآن بطلع الجواب صفر بالناند العكس بطلع الجواب إيش بطلع الجواب واحد ممتاز صفر هاي بالقوس في داعي حطها بقوس لا من خلص طلعت عندي قيمة واحدة ما ناته إيش القوس بروح صارت إيش واحد ناند إيش الواحد خلصنا أول إشي الآن في عندي نت الواحد ناند الواحد في عندي نت واند الأولويه بلا شكل مين للنت نت الواحد إيش عندي نت الواحد صفر إذن صفر ناند الواحد ضل عندي المرحلة الأخيرة اللي هي صفر ناند الواحد صفر ناند الواحد بالاند اللي حكينا صفر اند واحد الجواب شو بطلع عندي صفر بالناند الجواب بطلع عندي بلا شك واحد ليش لأنه دائما الناند عكس إيش عكس الاند باختصار الناند عكس الاند أنا ذهنيا صفر ناند واحد ذهنيا بحكي صفر اند واحد الجواب بطلع صفر معناته بالناند بطلع إيش لأنه الناند عكس الاند هيحللنا المسألة الثالثة بكل سهولة وسلاسة الآن بنا نحل المسألة الرابعة سيحل لكم مسألة إن شاء الله كافية بحيث أنه ترسخ المعلومة بذهنكم بطريقة أفضل بإذن الله تعالى الآن أربعة نتل ا ناند نتل ب ناند اسي أول شيء قلنا نعوض نتل ا نتل نزلنا اسمها هي ال ا شو قيمتها نفتح الصفحة مع بعض ال ا قيمتها صفحة نكتبها فوق هون ال ا يساوي صفر ال ب صفر وال سي صفر السي واحد ال ب يساوي صفر وال سي يساوي ايش وال سي يساوي واحد نبلش نحل باسم الله يلا نعوض نتل ا ال ا قيمتها ايش صفر ناند نت ال ب شو قيمتها ال ب كمان قيمتها صفر ناند السي السي شو قيمتها السي قيمتها واحد اذا اول خطوة عملناها انه عوضنا بدل المتغيرات ثوبت الان بعد البوابات المنطقية لعندي واحد اثنين ثلاثة اربعة معناته اجباري يطلع معي الحل اربعة خطوات خطوة اولى خطوة الثالثة الثانية عفهم الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة الان ده بلش احد نت الصفر ناند نت قوس صفر ناند واحد الى اولوية بلا شكل الأقواس أو لمداخ الأقواس اللي هي صفر ناند واحد وبنزل المعادلة نفس ما هي نت ال واحد نت عفوا للمرحلة الثانية نت الصفر ناند نت ال واحد الأولوي للنت اليسار والليمين طبعا الأولوي للنت على اليسار أنا بتتبع الأولويات نت الصفر هون نت الصفر هون ايش واحد وبنزل المعادلة نفسه واحد ناند نت ايش نت الواحد الان في عندي بوابة اسمها ناند بوابة اسمها نت طبعا الأولوي للبوابة اسمها ايش اللي اسمها نت ونزل المعادلة النفسه واحد ناند نت الواحد صفر الان واحد ناند الصفر بالان بطلع الجواب صفر بالناند بطلع الجواب ايش بطلع الجواب واحد اذا الجواب النهائي واحد انا باختصار مهما حللت لكم اذا احنا فاهمين الاسلوب اي سؤال انا بقدر ايش بقدر احله معاكم خلينا نشوف هاي المسألة مع بعض بقول لك نت قوس اي نور نت البي نور بسم الله الان ده بلش عوض نت ايش وقيمتها اي قيمتها صفر نور نت البي شو قيمتها البي قيمتها صفر نور السي القيمتها ايش القيمتها واحد اول ايش عوضنا الان بعد البوابات المنطقية اللي عندي واحد اثنين ثلاثة اربع معناته اجباري عدد خطوات الحل قديش اربعة خطوة الاولى الخطوة الثانية الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة بحكي بسم الله نت واقواس ونور طبعا الاولوية لما داخل ايش الاولوية داخل اقواس طب الان داخل الاقواس رجزوا لو سمحتوه في عندي نور وفي عندي نت الاولية المين؟ طبعا الاولوية للنت بحط عليها خطوة بدي ببلش احلها بنزل المعادل نفس ما هي نت بفتح قوس صفر نور نت الواحد نت الصفر واحد وبسكر القوس ويش نور واحد طب الان انا القوس ما خلص لسه نت الصفر لسه القوس ما خلص الان برجع للقوس بنزل المعادل نفسنا هي وبحلم داخل القوس نت صفر نور واحد قلنا لو كانت or بطلع الجواب واحد معناته بطلع هون الجواب صفر لانه ايش النور عكس ال or نت الصفر ايش نور ال واحد الان في عندي بوابة نت وبوابة نور طبعا الاولوية لامين لبوابة النت بحط عليه ايش خط نت الصفر قديش نت الصفر واحد واحد نور الواحد واحد نور الواحد لو قلنا واحد or واحد الجواب بطلع واحد بالنور بطلع ايش بطلع صفر لانه دائما زي ما بحكي لكم بعيد و بزيد انه النور عكس بوابة or طب الان عشان نختصر الوقت ما يكون عليكم وقت كتير عشان نقدر نحل الاسئلة لقدام نحل مثلا فرع ثمانية طبعا الاسئلة فيه عد النسية عندكم مجبور من الاسئلة يحلوها ثمانية نت ا ناند ب نت السي اول اشي منعوض بنزل المعادل نفسي ولكن منعوض نحط نت ا قمتها صفر ناند البي قمتها صفر ناند نت السي قمتها واحد اول اشي عملنا عوضنا بدل المتغيرات الثوابط اللي موجودة عندي بالسؤال الان بعد عدد البوبوبات المنطقية اللي اندي واحد اثنين ثلاثة اربعة اذا اجباري خطوات الحل غير يطلع ايش اربعة اخواني اصدقائي حبايبي اللي ارطيكم العافية انا مدام بحل برواغان وفاهم الموضوع وعارف الخطوات وعارف الاولويات اي سؤال بيجي بالوزارة الطالب بيحله مادة الحسوب مادة محصورة شو يعني محصورة يعني ما فيها تركات اقدر احل ازعب سؤال بيجيني بامتحان الوزارة عشان هيك احنا نصحنا وننصح الطلاب بيغض المادة تلحصوا عشان نجيبوا ايش فيها علامة عالية ترفع معدلهم ان شاء الله تعالى الان بحكي بسم الله نت صفر قوس صفر ناند صفر ناد نت الواحد بلا شك اللي الاولويه ليش لمداخل الاخواص بنزل المعادلة اسمهية هاي نت صفر ناند الصفر يا اخوان جاب واحد عشان هيعكس نت الواحد ناند نت الواحد الان اخوان في عندي نت وناند ونت الاولويه طبعا لان نت على اليسار زي ما حكينا في حال تكافؤ الاولويهات نبدأ من اليسار الى اليمين نت الواحد صفر ناند نت ال الواحد الان طبعا الاولويه نت اللي عندي هون بنزل المعادلة اسمهية صفر ناند نت الواحد صفر صفر ناند صفر بالاند بطلع جاو صفر بالناند بطلع جاو ايش واحد لانها عكس بوابة لانه ناند عكس بوابة ال الاند طيب نحل سؤال عشرة مع بعض اخر سؤال نحله على هذا السؤال او اخر مثال على هذا السؤال يالله بحكي بسم الله نت بفتح قوس نت كمان بفتح قوس الاي قيمتها صفر ناند البي شو قيمتها صفر بساكر القوس نت السي قيمتها واحد بساكر القوس الان يخوند اتبع الاولويات في عندي قوس كبير وقوس عندي قوس كبير وقوس صغير مبلش بالقوس اللي جوا طبعا او قوس برا قوس جوا دائما مبلش بالقوس اللي جوا الان او قبل هيك نعد البواث منطقي عندي واحد اثنين ثلاثة اربع مناتو خطوات الحلقة قديش اربع خطوات بلا اشكال واحد اثنين ثلاثة اربع بيحكي بسم الله الان لأولوية طبعا الاقواس او القوس اللي ايش اللي جوي يعني صفر نان صفر بنزل المعادلة نفس ما هي نات انا ما بشتغل الا للاشي اللي بحطها ليه خط دائما لازم يكون حل التسلسل عشان اضبع العلامة نات بفتح القوس نات صفر نان دل صفر بالان بطلع صفر بالنان بطلع واحد لانه عكس نات ايش نات الواحد بسكر القوس اذن خلصنا من القوس اللي جوه الآن يا اخوان نات وفي عندي اقواس انا ببلش طبعا بالاقواس الاولوية الاقواس الاولوية لا ايش ال الاقواس طيب الاولوية للأقواس طب هون المثال مفروض يكون هون عفوا يكون فيه هون كمان ناند النت الواحد السؤال كان فيه غلط مش مشكلة السؤال فيه غلط مش مشكلة نحل سؤال مكانه معلش نحل مثلا سؤال تسع مكانه نحل سؤال تسعة اي نور البي نور نت السي بنعوض اي قيمتها صفر نور البي قيمتها صفر نور نت السي شو قيمتها السي قيمتها واحد الان قيمتها بواب منطقية عندي واحد اثنين ثلاث معناته الاجباري لحل ايش ثلاث خطوات الاولوية للأقواس سفر نور السفر طبعا الجواب يطلع عندي واحد لانه سفر اور سفر بطلع جواب سفر معناته عكسة بطلع واحد نور نت ايش نت ال الواحد الان طبعا الاولوية للنت اللي عندي هون نت الواحد بنزل معنا اسمه واحد نور نت الواحد صفر اخر شي واحد نور الصفر دائما لو بالأور بطلع واحد معناته وجواب بطلع ايش صفر بالنور هذا المثال خلينا اكتب لكم اياه بالطريقة الصحيحة هون كنين نسيين نحط بوابة هاي عشرة مثلا عشرة خلينا نحلو مع بعض نت نفتح قوس نت كمان قوس ا نانت اي نانت البي نانت هاي كنا نسينا نانت نات ايش نات السي الان اول ايش بدي اعوض بحكي بسم الله الرحمن الرحيم بنزل المعادلة للنفس ما هي نت بفتح قوس كمان نات اي قيمتها صفر نانت بي قيمتها صفر نانت نات السي سي قيمتها واحد نسكر القوس طبعا في عندي قوسين قوس بره وقوس جوه الاوليه اللي قوس طبعا اللي جوه او قبل هيك بنعد بوابات منطقية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس معنات واجباري بيطل عندي خطوات الحل قديش خمس خطوات لل حل اجباري الآن بحكي بسم الله بدي ابلش بالقوس الجوه بحط عليه خط بحلهم والمعادلة اللي بننزلها ناس ما هي هاي نات بفتح قوس نات صفر نانت الصفر الآن صفر بالنانت شو بطلع واحد اذا جاو شو بطلع هون واحد نات الواحد نانت بنزل المعادلة ناس ما هي نانت نات الواحد بسك القوس الآن في عندي نات بره نات بالأقواص ببلش بالأقواص الأقواص كمان بأخذ الأولويات مداخل أقواص نات الواحد نات نات الواحد طبعا الأولوي للنات العل العل يسر بنزل المعادلة ناس ما هي نات مفتح قوس نات الواحد قديش صفر نانت نات ال واحد الآن في عندي نات وفي قوس الأولوي الأقواص مداخل الأقواص ليش للنات الثانية نت صفر ناند نت الواحد أكيد صفر الآن أنا لسه ما داخل الأقواص ما خلصت بحط نت صفر ناند الصفر الجواب بالاند بطلع صفر بالنان معناته بطلع يش بطلع واحد ونت الواحد شو بطلع الجواب عندي صفر إذن الجواب النهائي صفر الآن إخواني هذا السؤال بالوزارة ما بيجي بإذن الله أصعب من هيك عليه إن شاء الله تكون الأمور واضحة إن شاء الله تعالى الآن ننتقل للسؤال الثاني من الأسئلة اللي إحنا بنحلها مع بعض والأسئلة اللي بتيجي بالوزارة على هذا الموضوع نحكي بسم الله نحل هذا السؤال مع بعض وقل لك مثل العبارات المنطقية الآتية باستخدام البوابات المنطقية هاي لعبتكم كلنا بنعرف إنه مثل يعني إيش مثل يعني أرسم صح؟ مثل يعني أرسم العبارات المنطقية الآتية باستخدام إيش؟ البوابات المنطقية المشتقة ثم جدي الناتج أول شي بدي أمثل بعدين أجد الناتج علماً أن A صفر B صفر C واحد ودي إيش ودي واحد الآن إخواني عشان أحل هذا السؤال لازم أعرف أدوات الحل شو أدوات الحل؟ أول شي أعرف قواعد الأولويات لعطيتكم إيها قبل شوي بالسؤال الأول اللي هي أول شي الأخواس بعدين بوابة النط بعدين بوابة الناند أو النور حسب السؤال في حال تكافؤ من اليسار اليمين بعدين أعرف أشكال البوابات أعرف شكل بوابة الناند عشان أعرف أرسمها ولازم أعرف شكل بوابة النور عشان أعرف أرسمها وانتهى الموضوع إذن أول أداء من أدوات الحل أعرف القواعد وثاني أداة من أدوات الحال أعرف إيش الحال عفوان أعرف الأشكال نحكي باسم الله نحللكم من البسيط للكثير طبعاً الحضر عند الفيديو بوابات المنطقية الأساسية بهذا السؤال بيقدر يحله بسهولة اللي حضر الفيديو السابق وشوفوا قديش كمية الأسئلة اللي حلناها عن مثل بالبوابات الأساسية والفكر اللي جمعناها انتهى الموضوع بيصير طالبة عند الأمور كثير سهلة هو باختصار مدام تطالب فيهم الفصل الأول البوابات المنطقية الأساسية انتهى الموضوع الفصل الثاني والثالث معتمدات عليه بشكل كبير جداً بحكي بسم الله يلا المعادلة اللي نقوله شو بتحكيلي أو العبارة المنطقية اللي نقوله شو بتحكيلي X يساوي هون طبعاً X يساوي A ناندل B أين عارف؟ هايها أنا عارف شكلها بحط إيش مدخل أول إلها مدخلين واخرج واحد A مدخل ثاني اسمه B وفي بناتهم ناند الناند شكلها زي دي ولكن عليها إيش دائرة بالأمام شو بتحكيلي؟ بتحكيلي أكس هاي نمثلتها ما في أي صعوبة مدام عارف الشكل انتهى الموضوع وإنه في بوابة واحدة معناته أنا الحديثة أنا ما في دائع استخدم الأولويات عشان في بوابة واحدة بدأجد الحل إيش قيمتها؟ إيه قيمتها صفر وبي شو قيمتها؟ بي قيمتها صفر صفر الناند الصفر بالآند بيطلع صفر بالناند بيطلع واحد إذن إكس شو قيمتها؟ إكس قيمتها واحد انتهى الموضوع بكل سهولة تعالي الحل الثاني نحللكم من الأسهل للأصعب عشان الأمور ترسق بأدهانكم بإذن الله تعالى إكس يساوي إيه نور البي بدي أرسمها في بوابة واحدة اسمها نور معناته أنا ما في دائع تبع الأولويات عشان أصلا في عندي بوابة واحدة بس لازم أعرف شكل النور شكل النور هيو أمامي بحط المدخل الأول اسمه إيه ومدخل الثاني شو اسمه؟ اسمه بي والنور زي بوابة الأور هلال ولكن في أمامها دائرة باطن أكس بدأجد الناتج هاي نرسمت بدأجد الناتج إي قيمتها صفر وبي قيمتها صفر صفر نور الصفر بالأور بيطلع الجواب صفر بالنور بيطلع الجواب ايش؟ بيطلع الجواب واحد معناته إكس شو ساوي؟ X يساوي 1 انتهى الموضوع نحكي بسم الله نحل المسألة لها X يساوي NETA NAND NETB أولويات في عندي نت و NAND و NET الأولوي لل NET ال NET العليا مين ولا ال NET العيسر طبعا ال NET العليسر بقضت عليها خط إذن أول إشي بدي أرسمه ال NET العليسر بحكي بسم الله ها حطنا عليها خط NETA هاي NET إيش NETA هاي الرسم الأولى أسهل إشي بالنوضوع الرسم في كثير منطلاب بيحكي الرسم و الرسم أسهل إيش الرسم خلص مدام بعرف الأشكال وتبع الأولويات انتهى الموضوع NETA رسمناها حطينا عليها خط انتهى الموضوع الآن في عندي إيش NAND و NETB طبعا الأولوي لل NETB بحط عليها خط برسم NETB هاي B NETB انتهى الموضوع الآن يا أخوان رسمنا NETA ورسمنا NETB ضل NAND النAND إجباري يا أخوان يكون إلها مدخلين على اليسار و على اليمين المدخل اللي على اليسار اسمه نتل ايه مرسوم صح والمدخل اللي على اليمين اسمه نتل B ايش مرسوم يخوان دائما بوابة النAND بوابة النور بوابة الاند بوابة الور إجباري تأخذ اللي على اليسار على يسارها وتأخذ ايش على يمين عشان إلها مدخلين فأنا نتل ايه مرسوم ونتل B مرسوم اللي أنا ضايل أرسم بوابة النAND الناد بيناتهم في هذا الشكل بحط دائرة من المنتصف دير بارك تنسوا هاي الدائرة دانستوها كل حالكم غلط بحط هون ايش اكس إلا أنا رسمتها رسمت نتل اي ونتل بي وحطت بناتهم النند اللي هي معروفة اي قيمتها صفر وبي قيمتها صفر صفر مشينا بالخط في نت صارت ايش واحد صفر مشينا بالخط في نت صارت ايش واحد واحد النند الواحد بالاند بطلع واحد بالنند عشان العكس بطلع صفر اذا اكس يساوي صفر انتهى الموضوع احنا حلينا بكل سهولة تعال نحل المسألة الرابعة مع بعض بسم الله ارجو للكون امور واضحة اكس يساوي اي نور البي نور سي اكس يساوي اي نور البي نور سي الان رقص معي بهذه المسألة مهمة جدا هاي المسألة في عني ثنتين نور نور على اليسار ونور على اليمين الاولوية يمين الاولوية لنور على اليسار ولكن النور اللي على اليسار لازم تاخذ المدخل اللي على اليسارها والمدخل اللي ايش اللي على يمينها اذا اول شي بدي ارسم النور الاولى ا وبي وبناتهم ايش وبناتهم النور فيه الها مخرج ممتاز انا رسمت هاي صح رسمت ا نور البي ا نور البي لما بلشنا بالنور الاولى خلنا على اليسار وخلنا على اليمين الان شو ضل نور اسي خلاصنا نطل نور اسي شو يعني نور اسي هاي هاي النور تربط بين اللي لاد JEN đến كله بين اسي بين اسي يعني بحط اسي بحط اسي بحط نور اسي يعني هاي المعادلة اللي الفوق ربطت ايش بسي هون طبعا في اكس وستد Cara في مجال تيض بكل السرور طبعا الآن ر학زنوا معي a نور ال bi نور اسي اول اشي يخدنا النور اليسار النور اليسار ايش على شمال A وعلى يمينها B احنا قلنا لازم تأخذ مدخلين A نور B المدخل اول A المدخل الثاني B رسمناها الآن ضل نور C النور الثاني ايضا لازم تأخذ مدخلين المدخل اليسار اللي هي المعادلة الكاملة اللي احنا رسمينا والمدخل اليمين اللي هي ايش اللي هي السي اللي احنا رسمناها الآن قيمة الصفة A صفر B صفر السي 1 صفر وصفر بالنور الجام شو بطلع؟ بطلع 1 لأنه بالor بيطلع الجواب صفر العكس واحد هون واحد القيمة ما فيه إشي بيضلها إيش واحد واحد نور الواحد بالor بيطلع الجواب واحد بالنور العكس بيطلع صفر إذن x يساوي صفر انتهى الموضوع تمام تمام الآن نحل خمسة مع بعض x يساوي a nand not b nand c a nand not b nand c أول شي الأولوية لأمين يا إخوان الأولوية للnand b بحط عليها خط بدي أرسم not h not b ها بحكي بسم الله not h هاي not b هاي رسمناها تمام خلصنا منها تنع على خط الأنف عند النand على اليسار ونand على اليمين الأولوية لأمين بلا شكل أولوية للnand على اليسار هاي النand تربط بين مين ومين المدخل اللي على اليسار هو إيه والمدخل على اليمين هو إيش not the b المرسوم إذن شو بحط هون بحط a بربط بيناتهم إيش بيناتهم nand nand يعني هاي كل إيش كل هانش أطبط إذن a not the b رسمتها nand nand تأخذ على اليسار تأخذ على اليمين not the b المرسوم إذن حطينا بيناتهم nand شو ضل nand إيش c هاي النand تأخذ كل إشي ما قبلها وتربطها مع إيش مع c يعني هون بحط c وبربط هاي c بكل إشي ما قبلها من خلال ليش بوابة مشتقة اسمها اسمها nand هون شو بحط بحط x أستاذ بسير تعيد طبعا بكل سرور not the b رسمتها أخذت ال nand العليسار ال nand العليسار تربط المسلك العليسار والمسلك العيمين not the b مرسومة شو ضل l a حطينا بيناتهم nand بينهم حطينا nand c هاي النand تربط بين كل إشي أخذنا على يسار ورسمنا وبين إيش بين c الآن بذا أطلق الحل ال b قيمتها صفر l a قيمتها صفر l c قيمتها واحد l b مشيت في نت صارت إيش واحد l f ما في إشي ضلت صفر 1 nand الصفر بال nand بطلع صفر بال nand بطلع الجواب واحد هون c ما في إشي ضلت واحد 1 nand الواحد بال nand بطلع الجواب واحد بال nand العكس صفر إذن x شو يساوي x يساوي صفر ممتاز ممتاز أتوقع الأمور واضحة ويش وسهل إن شاء الله تعالى بنحل كمان أمثل مع بعض تعالى نحل مثال سبعة تعالى نحل مثال سبعة مع بعض بسم الله نحل مثال سبعة مع بعض توقع هيك الكاميرا واضحة يلا بسم الله مثال سبعة شو بيحكي لك nat وقوس a nand ال b الآن إخواني في عندي nat وفي عندي أقواس الأوليين مين لأقواس شو داخل أقواس اللي هي النand النand تربط بين a تربط بين b يعني بحط مدخل اسمه a ومدخل شو اسمه مدخل اسمه b بربط من nat من خلال ليش من خلال بوابع اسمها nand خلصنا منها ونشط الآن في nat رقزوا معي هيا خلناها كثير بدي أرجع عيدها هاي النand هاي النand للقوس كامل طب هاي بالعبارة منطقية بتكون وراء لما أرسمها من خلال البواب منطقية بحطها ايش بحطها قدام هون nat بحط ايش هون المخرج اللي هو X واضح a nand بي رسمتها في nat هاي النand للقوس كامل معنات بحطها بالأمام إذا أطلع الجواب a قيمتها صفر b قيمتها صفر صفر nand بلا شك الجواب بالand بطلع صفر بالnand بقناته واحد واحد في nat معناته بطلع ايش هون جواب صفر إذن X يساوي X يساوي صفر بنعيد مع بعض صفر nand بالآن بطلع صفر معناته بالnand بطلع واحد نت الواحد صفر إذن X يساوي X يساوي صفر تعالي حلالي المسألة السادسة مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم X يساوي a nor c nor طبعا باختصار في عندي أقواس في عندي نور وعند أقواس لو لو هي لمين للأقواس العليسار اللي هي a nor c إذن النور أخدت المسلك العليسار والمسلك اللي اللي عليمين بحط A B بناتم ايش وناتم بوابة نور هاي رسامة الرسم الأول أو القوس الأول الآن ندرسم القوس الثاني اللي هو C وD بناتهم إيش بناتهم كمان نور لأنه هاي النور أخدت المسلك على اليسار هو C والمسلك اللي يمن هو D الآن يخوان خلصنا منه ضل هاي النور هاي النور تربط القوس الأول مع القوس الثاني يعني القوس على اليسار مع القوس على اليمين بحط بناتهم إيش هون بحط بناتهم بوابة نور وبحط هون X انتهى الموضوع أنا مدام بعرف الأولويات بعرف الأشكال مهما كانت العبارة طويلة وقصر بعرف حل A قيمتها 0 B قيمتها 0 C قيمتها 1 وD قيمتها 1 نتأكد والله نتأكد A C 1 وD 1 نمتاز بننطلع الحل الآن 0 و 0 نور بالقور بطلع 0 بالنور بطلع 1 بالنور بطلع 0 0 نور 1 نور 0 بالنور بطلع 1 بالنور بطلع 0 X يساوي 0 أرجو أن تكون أور واحد هاي شغل التعويض إني أعكس ذهنيا أوش بذهنيا بطلع الجواب بالنور بعدين أعكس هين يبعط قبل قبل نت نحل ثمانية نحل ثمانية ما بعض نحل ثمانية وعشرة بطلع ننتقل للسؤال اللي ورا بحكي بسم الله الرحمن الرحيم أرجو أن نكون الكاميرا واضحة أصبروا شوي قبل ما توضح الكاميرا يلا بسم الله X يساوي نت A نور B نور نت C نور D نت قوس نور نت قوس الأولوية للأخواص إخواني الآن قوس يسار وقوس يمين الأولوية للقوس العليمين لأخوط عليه خط تبلش فيه طب القوس العليمين شو بحكيه بحكي A نور B برسوله بشكل طبيعي مدخل اسمه A بناتهم وبناتهم بناتهم نور авай رسمنا القوس الأول القوس القوس الثاني مشні ata 牙 الأولويات وهو C نور D C و D بناتهم طبعا بناتهم نور ممتاز خلصنا القوس الثاني الآن إخواني بعد ما خلصنا الأخواص فيه عندي النت النت العليمين والنت العليسار الأولوي لمين للنت العليسار ولكن هاي النت لمين هذه النت للقوسكامل مش في هون قوس أي نور البي وراهم النت معناته النت للقوس كامل وين أي نور البي اللي laran رسمتها هيها معناته وين رسمت النت بحطها بالأمام واضح هيكوننا بنعرفها خلناها كثير النت الثانية وين رجاي خلصنا نت هاي نت سي نور دي هاي سي ودي بناتهم نور النت وين هاي النت للقوس كامل czyli نت و twentه هاي معناتو وبحده هون أيضا نت خلصنا منها الآن ضل النور النور الهون هاي النور تربط المسلك العليسار مع المسلك الـ L على اليمين بناتهم إيش؟ بناتهم طبعا كلها نور شو بحط هون؟ بحط هون X أتوقع الأمور كثير واضحة رسمنا القوس الأول بعدين القوس الثاني بعدين النت للقوس الأول بعدين النت للقوس الثاني بعدين النور هاي تربط بين كل إش على يسارها مع كل إش على يمينها نبدأ نحل A 0 B 0 C 0 D عفا C 1 D 1 0 نور 0 بطلع بالأور 0 بالنور بطلع العكس 1 في نت بصير هون 0 1 1 بالنور بطلع بالأور 1 بعناتهم بالنور 0 في نت صارت إيش 1 0 نور الواحد بالأور بطلع 1 بالنور 0 عشان العكس X يساوي A 0 دعونا آخر إشي نحل معكم عشرة عشان فيها فكرة نحن عارفين عصلا بالفصل الأول ولكن نفهمها مع بعض X يساوي نت قوس كبير بعدين القوس صغير A نور B نسكننا القوس نور C نور D ركزوا معي نسكننا القوس بحكي بسم الله ببلج دائما بالقوس الجوا بعدين بالقوس اللي بره صح صح القوس الجوا شو عندي بحكي أول إش الأولوي للأقواس الجوا اللي هو A نور B هم حط عليه خط أول إشي بدي أرسمه إيش A نور B بحط A بحط B بيناتهم إيش بناتهم إيش النور انتهينا منه نشطب عليه الآن أنا لسه بالأقواس لسه خلصنا القوس الجوا بس أنا لسه بالأقواس خلصنا هاي ضل نور C ونور D طب في عندي ثنتين نور إخواني دائما نأخذ النور اللي إيش اللي على اليسر هاي النور تربط من مين ومين تربط بين هذا القوس كامل وبين إيش وبين الس يعني هون بحط C بعدين إيش بحط بناتهم إيش بناتهم النور الثاني وشطبناها الآن ضل عندي نور D هاي النور تربط بين كل إيش قبل مع إيش مع D يعني هون بحط D وحط بناتهم إيش وحط بناتهم نور بعدين إيش بعدين X واضح والسادة سيرت إيش بكل سرور أنا عندي وعنى لسه ما خلصت طبعا فكرة ضل بعد ما خلصنا هاي النور ضل النت اللي برا هاي النت البرا للمين هاي النت البرا للقوس كامل مدام هاي القوس كامل بحطها إيش أول للرسمة بحطه هنا X ليش لأنه هاي النت للقوس كامل لما تشوف قوس مسكر من البداية مسكر من النهاية وفي نت معناته هاي النت بتكون للمين للقوس كامل اللي لازم حطه هون إذا ما حطتها بيطلع معي الحل كله غلط وسادة سيرت عيد بكل سرور ركزه معي بسم الله الآن في عندي قوس كبير وقوس صغير أو قوس بره وقوت جوه بردلش بالقوس اللي جوه القوس اللي جوه شو بيحكي لك A نور ال B هاي رسمتها خلصت منها شو طبط عليها في عندي نور C نور دي أنا لسه بالقوس الكبير الآن بابلش بالنور اللي اليسار النور C تربط بين القوس وبين C هاي رباطنا بين القوس كامل بين A بين C من خلال نور بعدين نور ال D هاي النور تربط بين كل شيء قبلها وبين D هاي رسمتها الآن في نت للقوس كامل حطيتها بالأمام والآن بدأتطلع الإجابة A طبعا قيمتها 0 B0 C1 D1 0 نور 0 بالأور 0 بالنور 1 هون 1 1 نور 1 بالأور 0 بالنور بالأور عفوا بالأور 1 بالنور 0 هون 1 يظلها 1 0 نور 1 بالأور 1 بالنور 0 وفي نت الجاوب يظل عيش 1 معناته X يساوي X يساوي 1 نعيد التتبع مع بعض 0 و0 فيها نور معناته 1 هون الواحد ما فيه شيء يظل 1 1 نور 1 0 عشان العكس الأور بعدين هون الديم ما فيه ظل لين نمشين 1 0 نور 1 إذن الجاوب شوء بطلع 0 ونت الصفر 1 إذن X يساوي 1 ليه أخوان مهما أتتكم مسألة وحلينا step by step وخطوة خطوة الأمور بتكون واضحة وسلسة وسهلة إن شاء الله تعالى الآن عمنا ننتقل لسؤال آخر إن شاء الله تعالى مع بعض إن شاء الله هذا الفيديو بنحاول نختم فيه هذا الفصل قدر المستطاع هذا السؤال كننوا عارفينه إنه عكس السؤال اللي أخذناه قبل السؤال اللي أخذناه قبل شوي كانت عبارة عن رسمات بحولها لعبارة منطقية الآن العكس فيه رسمات بدأ أكتب العبارة المنطقية أطوقها الأمور واضحة وقل لك السؤال اكتب العبارات المنطقية التي تمثلها البوابات المنطقية طبعا المشتقة ثم جد الناتج علماً أن A1B0C1D0 الآن العكس هاي رسمة بوابة الناد بحط Z يساوي A ناند البي أنا كتبت العبارة المنطقية لها بدأتطلع الحل نفس الشيء باش شغل على الرسمة السلي Aش وقيمتها واحد والB قيمتها صفر بناتو من ناند بالآن بطلع الجواب صفر بناتو من ناند واحد إذن زي يساوي زي يساوي واحد الرسمة الثانية رسمة أور A وB بناتو من ناند إذن زي يساوي A عفوا نور A نور البي A قيمتها واحد البي قيمتها صفر بناتو من نور بالأور بطلع واحد بالنور بطلع صفر العكس وزي يساوي صفر انتهى الموضوع تعني نحل الرسمة الثالثة مع بعض A وB وفي نت الآن بس في ملحوظة أذكركم فيها هنا بهذا السؤال ما بتتبع الأولويات ببلش أحل من اليسار إلى اليمين أو من فوق لتاحت هاي من باب التذكير خلناها قبل الآن A ببلش أحل من اليسار إلى اليمين A ناند البي ها A ناند البي أول شي بحط Z يساوي A ناند لإيش L B A ناند البي ليش هيك البي تلاطمعي يلا A ناند البي الآن برجع أذكركم يا إخوان مسألة الأخواص أنا رسمت A ناند البي صح في وراها بوابة مباشرة بحطها بأقواص عشان أضمن العلام الكاملة يا إخواني لازم الأقواص أنا A ناند البي هاي رسمت في وراها بوابة معناته هاي بحطها بأقواص هاي البوابة شو بتحكي لك نت هاي نت لمين لما تكون قدام هاي نت للقواص كامل معناته لازم نكون لازم نكون ورا هون نت معناته العبارة المنطقية لها اللي هي ز يساوي نت القواص كامل اللي هو ايش بحكي A ناند L A نت A ناند البي واضح هاي رسمي أنا بلشت من اليسار الى اليمين هاي طبعا أوضح عندكم هون بالشكل الكاميرا صارت واضحة الكاميرا نعم إذن Z يساوي النت اللي كانت قدام خليناه ورا حطينا قوس A ناند البي ما ننسى مسأل